اشتركوا في القناة والعمل والتنسيق المشترك والوصول بها لفضاءات أرحب بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر الأقضيبية اليوم بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة السيد كلمنس أوغستينوس حاتش سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة حيث سلم سموه دعوة لحضور مؤتمر ميونخ للأمن مؤكدا سموه أهمية المتمرات الدولية والمبادرات المشتركة في معالجة التحديات العالمية وتعزيز ثقافة الحوار والتفاهم وترسيخ ركائز الأمن والسلام بما يعكس التزام المجتمع الدولي بتحقيق النماء والازدهار لشعوب العالم كافة وأشار سموه للمستعيات المتقدمة التي واصلت إليها العلاقات البحرينية الألمانية وهمية مواصلة البناء على ما تحقق من تعاون مثمر في كافة المجالات بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الصديقين كما جرى خلال اللقاء مناقشة المستجدات على الساحتين الأقليمية والدولية والسعراض مجمل القضايا ذات الاهتمام المشتركة من جانبه أعرب سعادة السفير الألماني عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء على ما يليه من حرص مستمر بتعزيز التعاون المشترك بين مملكة البحرين وجمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة متمنيا للمملكة مزيد من التقدم والازدهار